نبدأ جولتنا من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت موعد إطلاق جالكسي S9 تسابق شركة سامسونج الكورية الجنوبية الزمن لإطلاق جالكسي S9 وذلك بعد نجاح هاتفها S8 الذي طرحته في الأسواق في مارس الجاري ووفق ما ذكرته صحيفة الميرر البريطانية فإن سامسونج لا تزال متحفظة على المعلومات التي تخص هاتفها الجديد إلا أن ما يدور في الساحة الإعلامية يشير إلى أن S9 سيتم إطلاقه في فبراير أو مارس المقبلين صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت سامسونج تزود هواتفها المقبلة بميزة تبريد متطورة اعتمدت سامسونج على أنابيب الحرارة بهاتف جالكسي S7 كما استخدمتها لتبريد هواتف سلسلتي S1 نوت منذ ذلك الحين وسوف تستمر سامسونج في استخدامها مع هواتف العام المقبل وفقا لمصادر من سلسلة التوريد والتي بدأت بالفعل إنتاج أنابيب حرارة بحجم صغير تناسب الجيل الجديد من الهواتف الذكية إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت مركبة الشحن Cygnus وصلت إلى الفضاء الدولية وصلت مركبة الشحن غير المأهولة Cygnus التابعة لمجموعة أوربيتل ATK الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية بعد إطلاقها الأحد من فيرجينيا وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنوانت مايكروسوفت تصلح عيبا أمنيا عمره 17 عاما أعلنت شركة مايكروسوفت قبل عدة أيام عن قيامها بإصلاح العلة المتعلقة بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد البالغ عمرها 17 عاما والتي كانت تتواجد ضمن برمجية قابلة للتنفيذ تسمى محرر معادلات مايكروسوفت أو مايكروسوفت إكويشن إديتر المتواجدة ضمن حزبة برمجيات المكتب أوفيس